اشتركوا في القناة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برعاية هذا الحفل يعكس مدى ما تليه مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة واهتمام سموه بالمشاريع الاستراتيجية والتنموية الرمية الى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع التطوير العقاري بوصفه احد اهم القطاعات التي تساهم باجابية وفائلية في رفض الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للمملكة ولفت معاليه الى ان منطقة الساحل الشرقي ستشهد نقلة نوعية عند اكتمال تنفيذ مشروع بحرين مرينة الذي من المقرر له جنبا الى جنب المشاريع الاخرى القائمة ان تشكل مجتمعة ايقونة معمارية ووجهة عمرانية وحضرية وترسم ملامح جديدة للعاصمة المنامة كما اشار معالي الى حرص الحكومة على توسيع نطاق شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس لعملية التنمية وذلك لضمان استدامة البنية التحتية وتطويرها باستمرار وخلق فرص واعدة للمواطنين في العمل والاستثمار عبر طرح المزيد من المبادرات الرائدة والمبتكرة التي من شأنها العمل على تنشيط الحركة السياحية وابراز المملكة كمركز ووجهة عالمية للسياحة بما يتماشى ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخلال الحفل اطلع معاليه والحضور على فيلم حول مكونات مشروع بحرين مارينة التطويري متعدد الاستخدامات وما يضمه من خيارات للإقامة الدائمة وقصيرة المدى توفر حوالي 580 وحدة وغرفة فندقية من خلال وحدات سكنية للتملك الحر وفندق ومنتجع شاطئي بالإضافة إلى المرافق الخدمية والتي ستقام جميعها على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 256 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تبلغ 200 مليون دينار بحريني من جانبه رفع السيد خالد محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة بحرين مارينة للتطوير أسماءات العرفان والامتنان لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه برعاية حفل وضع حجر الأساس لمشروع بحرين مارينة وثمن سيد نجيبي المساعي المبذولة لمواصلة ترسيخ البيئة الاقتصادية لمملكة البحرين مشيرا إلى أن المشروع سيوفر أسلوب حياة فريدا لسكانه وزواره وسيصبح وجهة رئيسية في المنطقة وعلامة بارزة في الخطط التنموية الوطنية كونه يسلط الضوء على قدرة المملكة على اشتذاب مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة وتصب في تعزيز مكانتها كدولة رائدة وصاحبة تجربة تطويرية متميزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر